دكتور بولوس الكتاب المقدس هو كتاب الحب وإعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد إعلان عن نفسه أنه هو إله الحب فأنا هذكر على سبيل المثال بعض التصرفات أو ردود الأفعال لأله في العهد القديم التي تدل أنه هو إله محب إله محب وإذا فهمت أنا عكس هذا أو غير هذا من خلال أي جزء في الكتاب المقدس فأنا أخطأت الفهم نلاقي مثلا الشعب كان في ضلال في وقت حزقية الملك حزقية كان إنسان تقي فابتدى يحول الناس أو يحرك الناس لعبادة الله بصورة طيبة وجاء الناس علشان يعبدوا الله ويعترفوا بخطيتهم ويقول حزقية هذه الكلمات في سفر أخبار الأيام الثانية أصحى 30 وعدد 18 و19 يقول الرب الصالح الناس خافت لأنها لما جات قدام الله بخطيئها خافت أن الله ينتقم منهم انتقاما شديدا بسبب الخطية فقال هذه كلمات الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الآية دي عظيمة لأنه الرب صالح الحب الذي فيه جعله إله صالح يصنع الصلاح للناس وهنا بيقول يكفر بمعنى يدفع الثمن هذه الخطية عن كل واحد بسبب الحب فده إعلان عن حب الله للخطى في العهد القديم في مزمور 34 و8 يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب توبة للرجل المتوكل عليه ذوقوا وانظروا ما أحلى الرب ما أطيب الرب كم هو جميل في محبته للبشر تعالى ما تخافش منه فمزمور مية عدد خمسة يقول لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وهنا يحط كلمة صالح كلمة مطلقة ليس صالح في بعض الظروف أو في بعض الأحيان لكنه صالح بكلمة مطلقة أنه هو صالح كل الصلاح في كل الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر